يعني مثلا النهاردة سعرفنا انه بنسبة تسعة وتسعين وتسعة من عشر النسب القديمة دي انه مبارتين نادي الاهلي وصاد فيوتشر وبرامنز هيتأجله حلو هيتأجله عشان النادي الاهلي في مهمة رايح يلعب كالسوبر افريقي ممتاز حلو جدا لكنها مباراة مش بطولة اذا مش بحتاجة بقى تأجيل كتير يعني هيلعب يوم 22 ديسمبر بدل 21 كان هيلعب فيوتشر يتأجل ماشي وعدين ده مش مسافر يعني اليابان ده رايح الامارات اربع ساعات يعني فالحكاية بقى بتاعت زي ما الزمالك بالزبط رجع من الامارات في مطش السوبر المصري وبعد 48 ساعة كان مطش القمة اللي زي ما رضيش يلعبه او الامطار منعت الزمالك من انه يوصل يحصل برضو كده المطلوب انه الناس تاخد انه ما ينتهي او قبل معسكر المنتخب المصري ما يبدأ مستعدادة لكاسي قمة افريقية مبارتين نادي الاهلي يكونوا خلصوا تمام مهم جدا السوبر في قطر اوكي انا بكامع كاسي على الانديه ماشي السوبر برضو ساعتين ثلاثة فالموضوع ما يباش بقى انه الاهلي هيلعب يوم 22 فما يلعبش خالص او يلعب وراء واحدة ليه يلعب مباراة واحدة عشان ايه يعني ما يلعب 25 ويلعب 28 تقول اصي المعسكر المنتخب سيدي لو يتأخر يوم او عادة لعيبة بيرامدز ولعيبة الاهلي ما هو ده اخر مباراة قبل التوقف الاهلي وبرامدز يستنوا بدل ما يدخلوا 28 مثلا ده يدخلوا 29 لكنهم ثلاثة ايام لكن فكرة ان بقى الامور تتسابكد ليه بقى وده المفروض ان الكابتن عامل حسين يشتغل عليه واتصور انه بيفكر فيه مش مباراة واحدة المبارتين لانه كمان في شهر فبراير النادي الاهلي رايح كاس عالم الأندية هيلعب له مطشين تلاتة زي ما يكون في فبراير هيبقى بتأجله اسبوع واثنين ويمكن تلاتة هنا بقى هتأجله خمسة خمس اسابيع هنرجع تاني للحكاية دي والموال ده برضو ده المهم دلوقتي ده اللي نتكلم فيه مش اي امور تانية ده اللي نفكر ازاي نوضح القصة ونطالب بيه ايه انه المساواة والعادل ربطة الاندية كل عناصرها والاستاذ احمد دياب حاجة يعني قمة في الاحترام وقمة في النظام وقمة في العمل وينحييهم على اداءهم لكن مهم برضو يثبتوا للكل حالة تكافؤ الفرص يا احنا منشي الكامل مثلا الالي بروحشي ليسمع ليه واش عاف يدي قصة تانية لكن تكافؤ الفرص بيقول انه ده يلعب مباراة واحدة مباراة واحدة يروح يلعبها يوفق او لا يوفق ده حاجة تخصه لكن يجي يكمل الدوش والمباراتين فيش حاسمها مباراة واحدة لان انا سامع كلام ان الكابتن عامر هسيبول هيبوا برو احد ليه ليه مبرو احد عشان يعني هو ايه المشكلة منتخب بتاعنا مش هيروح بعيد يعني وبعدين ده نسا منجمع او الامبارح اهو شغالين احنا في بطولة كاسة العرب اصل هتخلص يوم 18 ان شاء الله المنتخب مصر يوصل لغاية يوم 18 هوك اللعبة قالي مايرجعوش يعودوا في قطر ويروح لهم الحبة البقين مش لعبوا يوم 22 انه باكيد مش هيروح لعبوا حاجة في الدور يعني لكن على الاقل يوم 25 يلعبوا ويوم 28 او 29 ميتأخروا يوم عن المنتخب ومعسكره مش وحش هتقول لي بس هي المنتخب هيروح لو بضّرت كاسة الامم اه بضّرنا بقى كاسة الامم عشان خطر مين بضّرنا كاسة الامم الافريقية تم تبكرها يوم او اثنين او ثلاثة عشان خطر مين ها حد يجاويبني عشان خطر مين اه عشان ان النادي الاهلي والمنتخب المصري احتمال العناصر الموجودة في المنتخب المصري تحت النادي الاهلي تكمل مع المنتخب للنهائي يا رب حد الشيكرة فهم عاوزين يعملوا التوليفة دي بضّروا عشان يحصل ان النادي الاهلي يعرف لعبته تلعب معاه في كاسة الامم الاندي يعني الكاف خايف على الاهلي واتحاده الكورة ما يبقاش خايف على الدوري ما يدورش على حل ويقول مباراة واحدة طالعا في الاخر انا بقول وانت هتقول وغيري هيقول وفي الاخر عامل حسين هيعمل لو عايزه لكن لازم نوضح ونظر ونطالب بان يبقى في عدل وفي مساواة في عدل وفي مساواة ان التمن السابيع سوبر افريقي جاي من ناحية دي وكاسة عامل انديها جات من ناحية دي فده اثرت على ناحية دي وجابت ناحية دي ناحية دي والنحية دي تغيرت ويبقية الناحية اللي هناك واللي هناك بقى هنا ما لنجدعو مليش دعو لأنه إما تأجلك خمس أسابيع أو أربع أسابيع من حق يبقى كنادي الزمان يقول لك ملعبشا لما الأهل يلعب مبارياته ومن حق بيرامتز يقول لك ملعبشا لما الأهل يلعب مبارياته ومن حق أي منافس يقول لك كلمتين دول وندخل في الحكاية والموضوع ودي أول مشكلة عويصة هتقابل ربطة الأندية في مجلس تحاد كورة جديد هيجي في قناير إن شاء الله مهما كان هو مين ربطة الأندية اللي بتحكم دولوقات الدور ولجنة المسابقات التابعة لربطة الأندية ومن ثم ربطة الأندية الكلام ليها مش اتحاد كورة اتحاد كورة بقى كامعة للتحكيم يوفر تقنية الفيديو المساعد يروح يقوح التحكيم يعمل لهم تدريبات إنه هو بقى يعمل عناصر جديدة لمنتخب قطاعات النشئين دوري قطاعات الحاجات الجبيلة دي ليه خصوة لكن الدوري لا الدوري لا بتاع ربطة الأندية لشان كده كلامي لربطة الأندية أول مشكلة وأول اختبار حقيقي لكم هتقدروا هتقدروا تماشوا الدوري إلى بر الأمان وينتهي بالفعل يوم واحد وثلاثين تمانية قصوة التأخير ده هيدخلك في إيه إنه بعد شوية الزمالك والأهلي والمصري والبيرامدز هلعبوا في أفريق في أسبوع في تأجيل أسبوعين فمش عارف إيه فتلاقي نادي زي الأهلي عنده مثلاً أربع مبارات مؤجلة ونادي زي زمالك عنده ثلاثة وبيرامدز عنده اثنين ومصري مش عارف عنده اثنين فتيجي الدول يخلص إمتى يخلص على عشرة ولو إحنا صعدنا كاس العالم هيبقى عندنا مطشاط عاوزين نلعبها عشان استعدادات المنتخب ما هو عاوز يلعب برضو استعدادات وإحنا في شهر 11 نوفمبر إن شاء الله تعالى في 22 هيبقى كاس العالم في وقت بقى الكلام ده مش هيكولك اختبار قوي جداً 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 التالتة دي مهمة عشان أقول ووضح وأكد إن الموضوع مش سهل خالص وهو عتتصور إنه سهل الموضوع صعب لإنه الكل هيبقى واقف منتظر متأهب يشوف الاختباري الأول لربطة الأندية هتنجح فيه ولا مش هتنجح